من الكويت السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله يا ثائر يا ثائر يعني انت تنضم يا ثائر انت تنضم الى هؤلاء الزنادقة الذين يسبون اعراض النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لو طالتك ايدينا لعاقبناك وحاسبناك كما يحاسبوا ولن تكون صفى على الاطلاق مرتعا لك ولامثالك ممن يسيئون الى امهات المؤمنين فاعلم ان هذا المكان هو مكان انما جندنا انفسنا فيه وفتحناه كي ننقل للناس وكي ننقل لعوام المسلمين ولخواصهم ان النبي صلى الله عليه وسلم خط احمر وان النبي صلى الله عليه وسلم الذي حرم رب العالمين ان يؤذى لن نقبل على صفى ان يؤذيه ثائر الضراجي ولا الف ثائر الضراجي ايها الزنادق الذين تسيئون الى عرض النبي صلى الله عليه وسلم كفاكم نباحا هكذا لن يكون لكم صوت ولن تكون لكم كلمة ولن ترتفع لكم راية ما دمتم تسيئون الى شخص النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال امتنا وليجدوا فيكم غلظة هذه الغلظة التي تظهر الان هي غلظة انما تكون ثأرا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يتحدث زنديق على شاشتنا يحاول ان يسيئ الى رموزنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى امهات المؤمنين لن تكون شاشة صفى الا للانقياء ولن تكون هذه الشاشة على الاطلاق الا لمن يستطيع ان يقول كلمة الحق وان يرفع راية الاسلام وان يدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم الشكر لاعضاء مجلس الامة الكويتي الذين خرجوا اليوم عن بكرة ابيهم اكثر من ثلاثين نائبا يرفعون اليوم شعارا جديدا ويرفعون اليوم طلبا جديدا بان تغلظ العقوبة الى الاعدام ومعي محمد من مصر السلام عليكم اشتركوا في القناة